لمسات أخيرة للقائمين على انطلاق أول طبعة مهرجان الجزائر للرياضات هنا بهذه السحة الكبيرة لحديقة الحيوانات والتسلية بنعكن إضافة إلى أربع مواقع استقبال للزوار خلال ثلاث أيام متتالية أين يرتقب أن يتوافد ما يقارب مليون زائر؟ تظاهرة يتخللها أكثر من سبعين نشاطا رياضيا وترفيهيا تعتضنها مختلف هذه المواقع تحت الرعاية السامية للسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية تحت إشراف السيد ولي ولاية الجزائر ينظم المهرجان الأول طبعة الأولى للرياضات مهرجان الجزائر للرياضات ونيابة عن سيد المديرة المؤسسة عباس حنان مديرة حديقة حيونات في سلية الوئام المدني ينظم هذه المهرجان التي نعتبرها أول طبعة في حديقة الحيوانات والذي يرانها في الاختتام التحذيرات لأن البرنامج المهرجان ينطلق أيام 25 26 27 أبريل نشاطات متنوعة وعروض مختلفة تحمل منافسات ممتعة بين مختلف فئات المجتمع فضلا عن نشاطات لشباب وتخصيص مساحات رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة ستصنعها العاصمة من خلال تجنيد ما يقارب أربعمائة مؤطير قادمين من أربعين رابطة وجمعية وخواص لتأطير النشاطات بمناسبة الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر للرياضات حديقة الحيوانات والتسلية الوئام المدني كانت موقع من بين الخمس المواقع التي اختيرت لتنظيم هذا المهرجان عادنا حاليا 12 نشاط رياضي منها رياضات غابية التي تتميز على باقي الأنشطة وتمثل الغابة وعادنا أيضا أنشطة مفتوحة للجمهور وأنشطة لتنظم على شكل موساباقات محطات عديدة ستشهدها الطبعة الأولى من مهرجان الجزائر للرياضات بداية من يوم غد يستفيد من النقل المجاني كل وافد لها عبر حافلات إيتوزا فعاليات تراهن على إنجاحها اللجنة المنظمة وتسعى لتكون حدثا فريدا من نوعه يشهده الجزائريون الوافدون لهذه التظاهرة كأول مرة ترجمة نانسي قنقر